السلام عليكم ورحمة الله ومتابعين قالت محمد الخضر الكرام دمتم بألف خير وصحة وعافية النهاردة فيديو جديد ومهم جدا وطلب مننا كتير الجامعات الاهلية تمام هنتكلم النهاردة على جزء مهم في الجامعات الاهلية وتسألنا عليه كتير اللي هي مصروفات الجامعات الاهلية وتنسيق الجامعات الاهلية للعام الدراسي عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين وهل نجميع زالت ولا مصروفات زالت ولا مصروفات ناس ولا ايه بالضبط اللي هيحصل في الجامعات الاهلية كل ده هنعرف في فيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله وكمان هنعرف كل حاجة عن جامعة مهمة من الجامعات الاهلية اسمها جامعة الجلالة واحنا ع bearing ان الجامعات الاهلية دول اربع جامعات تمام وهنتكلم على واحدة منهم النهاردة تفصيلا وهنتكلم بس بردو على كل بالنسبة لمصروفات بتاعت الكليات بتاعتهم ان شاء الله بازن الله فتابعونا في الفيديو انتظار ان شاء الله عشان تعرف كل حاجة عن مصروفات وتنسيق الجامعات الاهلية. تمام? يا ريت لو بوشفنا الاول مرة دعما لان اشترك في القناة. وفعل الجرس ان يوصل لك كل جديد مننا. ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب ويستفيدهم ان شاء الله بازن الله. طبعا مع انطلاق مسم تنسيق القابل بالجامعات الاهلية. يبحث الكاسي 해야지 طبعا اولي الامور على مصرفات الجامعات الاهلية والبرامج الدراسية. لان دسمن دايما جمع المصروفات الدراسات او مصروفات دايماan بتهم اولياء الامور وعايزين يعرفوا المصروفات بتاعتهم. اكد الدكتور محمد شعير على منصق الجامعات الاهلية لليوم السابع。 انه لا زيادة في مصروفات ايبة. اول خبر عندنا لا زيادة في مصروفات الجامعات الاهلية. انا كنت عملتلكم فيديو قبل كده عن الجامعات الاهلية. السنة دي هنبدأ تاني فيديو عن الجامعات الاهلية. هسيب لكم ان شاء الله الفيديو تحت في صندوق الوصف. وهيطلع طبعا في علامة الاي قدامك الوقت ان شاء الله بازن الله. الفيديو اللي كنت باتكلم فيه عن كل حاجة عن الجامعات الاهلية والتقديم في الجامعات الاهلية. تمام? فابعا اقل لك مفيش زيادة في مصروفات الجامعات الاهلية العام ده. تمام? عن العام الماضي. طبعا الجامعات الاهلية الاربعة احنا عارفين هما ايه? جامعة الجلالة. الملك سلمان جامعة الجلالة في السويس. الملك سلمان في سيناء. آآ العالمين في العالمين. منطقة العالمين. والمنصورة الجديدة في المنصورة الجديدة في الدخالية. دي بالنسبة للمصروفات بتاعت الجامعات الاهلية. بصوا كده معايا. مصروفات الجامعات الاهلية بتمشي بنظام حاجة اسمه المجال. يبقى المجال ده فلوسه كذا المجال ده فلوسه كذا مش كليات لان هناك او الدراسة بتعتمد على مجالات ودايما المجالات اللي دعمل في جامعات الاهلية هي مجالات بيحتاجها سوء العمل عشان كده سموها مجالات تمام مجال العلوم الاجتماعية والانسانية ترقتها واربعين الف تمام وهنعرف يا اولاد لقطة لما نروح جامعة الجلالة هنعرف بقى اسعار مش كمان المجالات هنعرف كمان اسعار الكليات او مصارف الكليات نفسها ومصارف السكن وكل حاجة فتابعونا لاخر الفيديو ان شاء الله. لغات التطبيقية تلاتة واربعين الف. ادراسات القانونية زي زي الحقوق كده خمسة واربعين الف. العلوم الادارية ستة واربعين الف. السياحة والضيافة شايفين السياحة؟ يعني زهر حاجة عندنا جديد اسمها الضيافة مصطلح جديد. اربعين الف. الانتاج الاعلامي كل ما يخص الانتاج لاعلامي خمسين الف. مجال الفنون كل ما يخص مجال الفنون فنون جميلة تطبيق اي حاجة بح Eck ده اه تسعة واربعين الف. العلوم الهندسية تسعة وستين الف. تمام? علوم هندسية كلية هندسة وكلية عمارة. اهو تسعة وستين. كلية هندسة تسعة وستين الف وكلية عمارة. المجال العلوم الهندسية. اما الحاسبات وعلوم هندسة الحاسبات تسعة برضو ستين الف. يعني المجال الهندسة كله تسعة وستين الف. اما مجول 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 مجال علوم وهندسة النانس وجات تسعة وتمانية وتخمسين الف. وده مجال مهم جداً لسوق العمل اولاد. مجال الصناعات التكنولوجية ٣٩ ألف. مجال العلوم الأساسي الر ł متقدمة ٨٨ ألف. مجال الغذاء والصناعات الغذائية ٣٢ ألف وده مجال مهم جداً لسوق العمل. شركة الغذاء المنتشرة الوقتي. مجال الزراعات الصحراوية استصلح للأرض الزراعية ٣٣ ألف وده حاجة مهمه. نجي بقدين مجال الطبا. تتسأل الى دايما يناس عليه مجال الطب ١٥٠٠. ما نقص على السنة اللي ذِي العلاج الطبيعي معلاش الصيدلة لَتُقْلِispَ المقولون لطيف الاسنان 97000 أما Wow اما الإعلاج الطبيعي 63000 كتدنا على الكتاد وَالعensional القلب الم находى المجال التكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39000 يجب التطبيقية علوم التمريض وج honeymoon واحد يجب تُ strangers بالندبيان الدكتور محمد عبدالجاود الإنسان م возقت شركة للجامعات الأهلية اشار ان القبول بالجامعات الاهلية الاربعة يستلزم اجتياز الطالب اختبارات الالكترونية كنت انا قلت لك عليه وعملت فيديو الاسبوع اللي فات عن الاختبارات الالكترونية دي وقلنا نقدم ازاي التي تعقدها جامعات اللي اطبعا الاربعة للطلاب الرغمين في الاتحاق بكلتها وبرامجها المختلفة من خريجي السنواء العامة والسنواء الازهرية والشهارات المعادلة جولة الخامسة كانت امتى كان يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين الاربعة والخمسة اللي فاتهم هل لسه في جوالات تانية امان وجهت مظل ان لسه في جوالات جوالات تانية للطلاب حيث ان طبعا انه تسجيلهم واتخار رغباتهم في المنظومة الالكترونية وده الموقع بتاع الجامعة الاهلية وهي سيبولك تحت في صندوق الوصف اللي بتخش من خلاله كنت دخلنا من خلاله في الفيديو اللي فات وعرفنا ازاي نقدم واضف منصة الجامعات الاهلية ان النظام القابل بالجامعات الاهلية اربعة يعتمد على المجموع الاعتباري والطالب ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطلاب في السنوية العامة وشهادة المعادلة الى درجات الاختبار الالكترونية معنى ايه معنى الاعتباري ده الدرجة الاعتبارية عبرها من مئة درجة ومية في المية سبعين في المية منهم المجموع بتاع السنوية العامة اما الخمسة وعشرين ده الاختبار بتاع المعلومات القطاعية بتاعت كل قطاع انا في المجال الطبي طبعا هروح قطاع طبي همتحن في القطاع الطبي. في مجال اللغات التطبيقية هامتحن في اللغات التطبيقية. يبقى اسمه امتحان طب قطاعي. تمام? خمسة في المية حاجة اسمها اختبار نقدي. وكنت عملت السنة اللي فات عن الاختبار النقدي ده فيديو. هعمله برضو سنة ده ان شاء الله. ممكن تشوفه في القناة. كما ان الموقع الالكتروني بالمنزومة تنسيق الجامعات الاهلية يقدم عدد من خدمات الطلار تحوي على فيديوهات ارشادية للاختبارات في التدريبه عليها قبل اداء الاختبارات. تمام؟ يبقى اول معلومة عندنا ان المصاريف زي السنة اللي فاتت بالزبط. المصاريف زي السنة اللي فاتت بالزبط. طب هل التنسيق زي السنة اللي فاتت بالزبط؟ اه. هو نزله لحد دلوقتي وقاله التنسيق زي السنة اللي فاتت بالزبط. بس انا ما اعتقدش. زي السنة اللي فاتت. يعني مثلا الطب كان تسعين في المية. اسنان وصيدلة كانوا خمسة وتمين في المية. على الطبيعي كان 75% هندسة وطلب بطري برضو 75% 65% كولة الفنون تكنولوجيا العلم والصحية التطبيقية وتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 55% كولة الإعلام واللغة والترجمة والاقتصاد والعلم السياسية والإدارة 50% كولة زراعة وباقي الكليات فأنا ما أعتقدش أنا أو أعتقد أن التنسيق ده هينزل برضو عن كده لأن السنوية العامة زي ما قال الوزير أن السنوية العامة نزلت في مستواها من 7 إلى 10% فأكيد أكيد الجامعات الخاصة أو جامعات الأهلية هتنزل برضو مصاريف أو تنزل معلش هتنزل تنسيقها شوية عن السنة اللي فاتت يبقى المعلومة الأولانية أن المصاريف زي ما هي المعلومة التانية أن التنسيق زي ما هو بس أنا أعتقد أن التنسيق هينزل إن شاء الله بإذن الله تمام كده عرفنا كل حاجة عن المصاريف والتنسيق نجي بقى لجامعة الجلالة عايزيني نهاردة نعرف معلومات عن جامعة الجلالة وإيه الكليات اللي موجودة في جامعة الجلالة ومصروفات جامعة الجلالة إيه ومصاريف سكن جامعة الجلالة وتنسيق كليات جامعة الجلالة إيه لسنة عشرين اتنين وعشرين العامة الدراسي الجديد طب نعرف معلومات شوية عن جامعة الجلالة جامعة الجلالة تنمي إنشأها في منطقة هضبة الجلالة الواقعة بين مدينة الجلالة. فين؟ في السويس. معروفة منطقة الجلالة دي منطقة معروفة بالصخور او منطقة معروفة ان هي هضبة يعني جيراناتية او هضبة بيجيبوا منها الرخام والحاجات دي. منطقة جميلة جدا من اجمل اماكن مصر. مية تلاتة وسبعين ونص فدان تستقبل كام طالب? اتنشر الف طالب سبعمية وخمسين. اتنشر الف سبعمية وخمسين. نظام الدراسة على نظام المعتمد على الساعات المعتمدة. ساعات ايه؟ معتمدة. بالاضافة الى اختيار الطلاب المقررات التي يدرسونها من خلال كل فاصل الدراسة من خلال ارشاد اكاديمي. يعني ارشاد اكاديمي كل مجموعة من الطلاب لهم واحد اسمه مرشد اكاديمي. هيدل لك تعمل ايه? او المواد اللي هتختارها الترمية هتبقى عاملة ازاي? عشان ما تختارهاش الترمية التاني. والساعات المعتمدة. يعني هناخد مسلا انا عندي الترمية ربعمائة ساعة معتمدة. تمام? فقدتم بقى انا نظام الساعات المعتمدة. ومعروف ان جامعة الجلالة لها ترتيب عالمي علاوة على انها دايما انتسعة للتقدم في الابحاث العلمية تنافس تحت شعار صنعة في مصر. يبقى احنا قلنا جامعة الجلالة برضو لها ايه? مكانة علمية في الابحاث العلمية بتاعتها اللي بتنافس بها العالم تحت شعار صنعة في مصر. كما ان هزي الجامعة تعمل بمثابة الخبرة من خلالها يستفيد منها مجتمع الاعمال والمشاريع الاستثمارية. الجامعة دي بتقدم خبرة او بتقدم خبرة للمجتمع الاعمال اللي عايز خبرة او ما يعني في مجال الاعمال بتقدم له الجامعة دي خبرة كبيرة جدا في المشاريع الاستثمارية ومجال الاعمال. تمام? ايه الكليات اللي موجودة في جامعة الجلالة? عندنا خمستاشر كلية موجودين في جامعة الجلالة مسكين كل مجالات الجامعات الاهلية عموما. معظم مجالات الجامعات الاهلية والطب والهندسة واللغات والعلوم موجودين في جامعة الجلالة. عندنا كلية الهندسة. الطب. طب الاسنان. العلوم المقدارية. العلوم الاجتماعية والانسانية. الصناعات الغذائية. الغذاء. ودور مهمين جدا لسوق العمل. صناعات غذائية وغذاء. ليه اولاد لان احنا عندنا شركات بتتفتح كتير جدا شركات خاصة. شغالة في مجال الغذاء. فطبعا دايما بتحتاج موظفين وبتحتاج مهندسين وبتحتاج شغالين في مجال الصناعات الغذائية. تمام? الانتاج الاعلامي. من منتاج بقى واخراج والحاجات كلها الخاصة بالانتاج الاعلامي. هندسة علوم الحاسب. تمام? العلوم الصحية تطبيقية. العمارة. العلاج الطبيعي. طبعا هو مجالات الطبيعي والصيدلة والتمريض والفنون والعلوم. يعني معظم مجالات اللي موجودة فين? هنا في جامعة الجلالة. تمام? اهو. ماشي? تمام. نجي بقى المصروفات جامعة الجلالة. لمان يريد بلتحق بكل علوم التمريض؟ اه دايما بنتسأل على علوم التمريض في جامعة الجلالة. او علوم التمريض عموما في الجامعات الاهلية. بصوا كده معايا الجامعة دي. جامعة الجلالة مصروفات كام واحد وثلاثين الف. زي كل جامعات الاهلية. صناعات تكنولوجية تحتاج لمصاريف كام تسعة وتلاتين الف. تمام. منها برضو كلية تكنولوجيا لعلوم الصحية تطبيقية. اما كوليك السياحة والضيافة في جامعة الجلالة تحتاج لمصاريف كام اربعين الف. اما مصاريف طبعا الجامعة في قولة العلوم الاجتماعية والإنسانية واللغات التطبيقية تصل لكام 43 ألف وهي نفس مصاريف للتحاق بكلية الغذاء والصناعات الغذائية زي ما احنا قلناه وكلية الزراعة الصحراوية كلهم ب43 ألف في حين أن كلية الدراسات القانونية وكلية العلوم الإدارية تحتاج إلى مصاريف كام 45 ألف وتصل إلى 46 ألف جنيه أما بالنسبة لكلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه أما بالنسبة لكلية الفنون مصاريفها 49 ألف أما كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف كلية الهندسة 69 ألف ولكن الهندسة والعمارة وهندسة علوم الحاسب كل دول بالنسبة وهندسة علوم الحاسب وكلية العمارة كل دول بكام 69 ألف نفس المجال الطب ومصاريفه 105 ألف ما اختلفش عن السنان اللي فات أما الطب الأسنان 97 ألف 85 ألف صيدلة أما العلاج الطبيعي 63 ألف 63 ألف تمام؟ نيجي بقى المصاريف السكن في جامعات الأهلية مصاريف السكن في الجلالة عموما جامعة الجلالة السكن مقسوم إلى نصين تمام؟ لو أنت محاضرتك في 3 أيام بس هتقدر تلمهم مثلاً وليكن سبت وحد واثنين وهتسكن بس 3 أيام يتوجه الطالب أو السكن مساء الجمعة يظل في السكن لمدة يوم لتنين يبقى أنت عندك سبت حد اتنين 3 أيام من كل أسبوع ثم يأتي الطلاب طبعاً الجزء الثاني هيسكنه من إمتى؟ من يوم لاتنين مساءً ويتركه يوم الخميس هيسكنه 3 أربعة خميس تكلفة السكن 3000 جنيه شهر في الشهر بالإضافة إلى تكلفة الوجبات 200 إلى 250 جنيه مثلاً في اليوم الواحد تمام؟ يبقى أنا عندي بالنسبة للسكن لو هسكن بس 3 أيام 3000 جنيه في الشهر طب لو أنا عايز أسكن كل الأيام أنا محاضراتي كلها كل الأيام أهل 6000 جنيه لو أنا محاضراتي كل الأيام 6000 جنيه بخلاف الوجبات في جامعة الجلالة نجي بقى لتنصيق جامعة الجلالة زي ما قلنا تنصيقه هو زي تنصيق العام الماضي 90% طب بشري 85 طب أسنان أما طب البيطري 75 الهندسة أو شعبة الهندسية 75 تمام؟ أما كلة الفنون التطبيقية 65% تمام؟ والعلوم الصحية التطبيقية تمام؟ دول بنسميهم الجماعات أو المتتصيق الجماعات الأهلية بس في اعتقادي الشخصي أن لازق التنصيق ده هينزل عن العام الماضي تنصيق الجماعات الأهلية أو تنصيق جامعة الجلالة هينزل عن العام الماضي تمام؟ هذا كل شيء عن الفيديو التالي وق Ru Eddy璋 اكتباه في التعليقات او عايزين فيديو معينة حاجة معينة نعملها اكتباه في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله باذن الله ونعملها وانفيدكم. تمام? لازم تعرفوا ان هدفنا في القناة دي افادتكم افادتكم في المقام الاول ووضع المعلومات كلها قدامكم كاملة. تمام? فيا ريت تدعمونا باشتراك في القناة حتى نصل لكل الناس والقناة تنتشر باذن الله. ويا ريت لايك وشير للفيديو عشان وصلى اكبر عدد من الطلاب ويستفيدهم. تمام? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.